لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله كذلك يبين الله لكم آياته وردت أربع مرات في كتاب الله الكريم بقرة عمران على مائدة نور بقرة عمران على مائدة نور البقرة أهل عمران المائدة والنور وفي البقرة ختمنا فيها آيات الطلاق لأن الطلاق يحتاج إلى تعقل وحكمة فختم الله عز وجل الآيات بالتعقل وأنه لا تستعجلوا واهدأوا عسى أن يكون هناك من يدخل لك يصلح بينكما ممكن أنه أنت تقولون وصلنا إلى حلقة خلص مزدودة وبعد أنا ما أريد أستمر ويمكن أنه يجي واحد ويفكفك الأمور إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فتحتاج هذه الأمور إلى تروي وتعقل وحكمة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أما الموضع الذي في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا الاعتصام بحبل الله هداية وحبل الله كما ورد في أكثر المفسرين أنه هو القرآن العظيم فمن اعتصم بالقرآن هدي إلى صراط مستقيم فجاء بعدها لعلكم تهتدون وما أجمل الآية حتى الاعتصام بحبل الله هدايا يهدين إلى صراط مستقيم صراط الذي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة فشوفوا الختام كيف كان مناسبا لهذه إذن لدينا في البقرة في ختمية الطلاق في آل عمران في آية الاعتصام بحبل الله والاعتصام بحبل الله ماذا هدايا لعلكم تهتدون أما في سورة المائدة لقد أعطانا ربنا تعالى الهدية لما أنت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان عقدنا اليمين ثم رأينا بعد ذلك بأنه هناك أمر يعني فيه خيرية إذا أنا أريد أنه أرجع عن يميني فأعطانا رب العالمين هدية أنه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيعم ثلاثة أيام هذا كفارة اليمين وهذه هدية من الله أعطانا إياها رب العالمين فنشكر الله على هديته أنه كان حليما علينا ولم يؤاخذنا بما فعلنا من العقد الأيمان فتستحق الشكر قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كما أنه مع الفارق في القياس والتشبيه يأتي أحدكم يعني أو يزور أحدكم أحد من إخوته فيأتي له بهدية أقل ما يقول له شكرا يعني خلوه ببالكم ولا مانع لدينا إذا كان واحد يريد يرسلنا هدايا أنا أستقبل الهدايا في كل وقت وأقول لكم شكرا يعني الله تعالى يرضى عنكم إذن كفارة اليمين هدية من الله تستوجب من الشكر لله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم ماذا لعلكم تشكرون هذا الموضع الثالث الموضع الأخير جاء في سورة النور وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته لكنه هنا لم تأتي لعلكم بقرة عمران المائدة لعلكم تعقلون بقرة تهتدون آل عمران تشكرون المائدة لكن هنا جاءت والله عليم حكيم ولختام هذه الآية جمالية رائعة جدا لأن الأطفال قبلها بآية كانوا يدخلون على النساء من غير استئذان أطفال لم يبلغوا الحلم لا يعرفون شيئا من مجريات وأحداث الشهوة وما يدور في النفس من هذه الأمور لكن الله لما بلغ هؤلاء الأطفال الحلم علم وهو العليم علم ما يدور في صدورهم من أمور قد تثير الشهوة لما يدخلوا على النساء فحكما الحكيم أن لا يدخلوا حتى يستأذنوا فقال والله عليم الحكيم عرفتم الآن؟ لما تفهموا الآيات الله أكبر تقول تنزيل رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر